السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم جميعا اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن طريقة ضبط اعدادات المشروع في برنامج الريبت في هذه المحاضرة إن شاء الله هنتعلم طريقة رسم الحوائط في برنامج الريبت علشان تبتدي تتعلم رسم الحوائط أو ترسم الحوائط في برنامج الريبت لازم تعرف تجاوب على خمس أسئلة السؤال الأول يا ترى هرسم الحيطة دي فين؟ مسقط الدور الأرضي ولا دسقط الدور الأرض الأول علوي ولا التاني علوي يعني هبتدي الحيطة من فين؟ السؤال الثاني هستدعي أمر وولي إزاي؟ السؤال الثالث يا ترى نوع الحيطة دي ايه؟ السؤال الرابع يا ترى سمك الحيطة اللي أنا هرسمها دي كام؟ خمسة وعشرين ولا اطناشر ولا سمكها كام بالظبط؟ السؤال الرابع يا ترى ارتفاع الحيطة دي كام؟ أنا بتديتها من الدور الأرضي مثلا هتنتهي فين؟ أو ارتفعها كام؟ السؤال الخامس والأخير يا ترى هرسم الحيطة دي من السنتر من منتصف الحائط ولا من الوجه الخارجي لها ولا من الوجه الداخلي لها أول من نعرف نجاوب على هذه الأسئلة نبتدي نرسل يلا بنا بقى نعرف الإجابات بالنسبة لي هنجاوب على السؤال الأول هبتدي الحيطة من فين علشان أبتدي الحائط بتاعي هروح للبروجيكت براوزر منها هروح للفلور بلانت هلاقي عندي جميع المساقط اللي موجودة في المشروع بالنسبة لي هتدي رسم الحوائط من الدور الأرضي هتغط دابل كليك على الدور الأرضي ممتاز جدا دي كده أول خط السؤال الثاني هستدعي أمر وال إزاي عندك طريقتين طريقة الأولى إنك تروح لأرض تتشر ثم تضغط على وال كده الأمر تفعل معك الطريقة الثانية إيه هي باش مهندس وهي الأسرع إن أنا أكتب الإختصار بتاع أمر وال ألا وهو دابليو كده برضو قدرت أفعل الأمر سأجاوب على السؤال الثالث وهو يا ترى نوع الحيطة اللي أنا هرسمها إيه كل اللي عليك إنه هتروح لإيه مربع البورو بارتز هتلاقي في من فوق مكتوب بيزيك وول وجنبها حيطه لو ضغطنا على السهم اللي في اللي جنبها هتظهر لنا القيمة بجميع أنواع الحوائط اللي موجودة في البرنامج الحوائط العزلة للحرارة الحوائط الضابل الحوائط العادية وهكذا حوائط فوينديشن وهكذا تقدر حضرتك تستكشفهم برحبك أنا بالنسبة لي هختار الحوائط العادي ألا وهو جينيريك متين مثلا جميل اخترت اخترت الحائط بتاعت سمك الحائط هتروح لإدت طيب هتظهر لك مربع أول خطوة في المربع ده هتعملها إنك هتروح لدبل كيت هتضغط عليها هتسمي الحائط بتاعك وليكن أنا هسميه حائط خارجي خمسة وعشرين سنتي حائط خارجي خمسة وعشرين سنتيمتر ثم اضغط أوكي ثم بعد كده هتروح لحاجة اسمها ستراكش هتضغط على ايدت هيظهر لك مربع آخر هتلاقي حاجة ما يرضو مكتوب فيها ستراكشار وان جنبها باي كاتوجوري جنبها بوينت عشرين سيكنس بوينت عشرين دي سمك الحائط اللي أنا اخترته حاليا لو عايز اغيره وخليه خمسة وعشرين هعمل ايه هتغط دبل كليك ثم حاجة بوينت اتنين اقل بانجليش بوينت اتنين خمسة ثم اضغط اوكي ثم اوكي كده يبقى انا ادرت اضبط سمك الحائط بتاعي ممتاز جدا السؤال الرابع اللي لازم اعرف ايجا يا ترى هرسم الحيطة دي من فيه من السنتر ولا من الوش الخاريه ولا موش الداخله كل اللي عليك برضو في المربع بتاع بروبيرتز هتروح لحاجة اسمها لوكيشن لايل هتلاقي جنبها مربع كده مكتوب جنبه والسنتر لايل اضغط عليه هيفتح لك قائمة القائمة دي فيها والسنتر لايل لو اخترتها حاضرتك كده هترسم الحيطة من السنتر لو اخترت الكور فيس اكستيريور كده هترسم الحائط بتاعك من الوجه الخارجي كور فيس انتيريور كده هترسم الحيطة من الوجه الداخلي لو عندك تشطيب هتختار فينش فيس اكستيريور يعني من التشطيب الخارجي للحائط فينش فيس انتيريور من التشطيب الداخلي للحائط كده يبقى احنا قدرنا اعرفنا ازاي هنرسم او الحائط بتاعنا من فيه انا بالنسبة لي مسلا ها اختار سنتر لاي ممتاز يد السؤال الاخير يا ترى الحيطة بتاعتي هتنتهي فيه لو نزلت تحت شوية هتلاقي حاجة مكتوب عليها توب كونستيريند هتلاقي مكتوب قدامها ان كونيكتت ان كونيكتت دي معناها ان انا هدخل الارتفاع بتاع الحائط بنفسي هاتب هنا هتلاقي مكتوب عليها تمانية انا هاتب وليكن اربعة ده لو عايز ادخل الارتفاع بنفسي لو تغط اما لو عايز تقيده بليفل معين هتضغط على السهم اللي جنب ان كونيكتت هيظهر لك قيمة هيقول لك والله انت عايز تنهي الحيطة بتاعتك دي فين في الدور الاول علوي ولا التاني علوي ولا الدور اللي حضرك محتاجه انا بالنسبة لي اتديدها في الدور الارضي فهنهيها في الدور الاول علوي لقى البرنامج اوتوماتيك اتذكر تفعل حائط اربعة متر لان انا من الاول في المحاضرة السابقة نزبط الليبلز بتاع الدور الارضي على اربعة متر كده يبقى انا جوبت على جميع الاسئلة الخاصة بالرسم التاعي فاذا انا كده جاهز للرسم الحوائط طيب يلا بنا نرسم الحيطة بتاعتنا كل اللي علي عشان ارسم الحائط بتاعي ان انا بضغط كليك وبذهب او بمشي بالماوس بتاعي ثم بضغط كليك اخر لو عايز اكمل بكمل بضغط كليك لو عايز انهي بضغط اسكيب ممتاز جدا ممتاز جدا كده انا قدرت ارسم الحوائط بتاعتي طيب طيب يا بش مهندس انا عازي اشوف الحوائط بتاعتي في الوجهة ارتفعتها مظبوطة ولا لأ اعمل ايه اقول لك روح على اي وجهة من الوجهات هتلاقي هتلاقي ان الحوائط بتاعك فعلا بدأ من الدور الارضي وانتهى في الدور الاول علوة طيب انا مش شاف الحيط يا بش مهندس عايز اظهرها هروح للشريط اللي في الاسفل اتكلمنا عنه قبل كده هتروح لحاجة اسمها اه فيجوال اضغط عليها من هنا تقدر تختار طريقة اظهار الحائط بتاعتك هيدن لاي ودي اللي موجودة حاليا قدامنا شيدت ولا لون ولا رياليستيك تقريبا هو حاجة واقعية اضغط هتلاحظ ان الحائط بتاعك اخذ اللون اللي هو واخده في الاعداد اللي احنا اه دخلنا عليه من شوية بس احنا ما تطرقناش لتصبيطه هنخليه في محاضرة اخرى طيب لو خليته شوية هاياخد لون اخفي شوية طيب في زر اخر جنب اسمه لو ضغطت عليه وخليته ثم رجعت اختار طريقة تاني ما معناها ان انا لو فيه هاتش الحائط ده واخده هيظهر لي في الحائط بتاعي ممتاز جدا طيب ابش مهندس انا عايز اشوف الشغل بتاعي ده في السري دي اعمل ايه هقول له حضرتك لو طلعت فوق في الشريط اللي في الاعلى اتكلمنا عليه في المحاضرة القبل السابقة هتلاحز في ايقونة مكتوب عليها سري دي فيو اضغط عليها هتلاحز ان الشغل بتاعك ظهر في سري دي حايز اظهره ابش مهندس اقول لك روح لي واختار ريالستك او اختار شيدت طريقة العرض اللي تريحك ممتاز جدا طيب ابش مهندس اعايز ارجع التاني للمسقط بتاعي اضغط على المسقط اللي انت بدأت منه رسم طيب ابش مهندس اعايز ادي لون او ازر حواية دي الالوان تشوقي عندي في البلان اروح للفيديو الستاي اختار ريالستك خلي دي فاي يا رب تكونوا المعلومة قدرت اوصلها ممتاز جدا طيب يا ابش مهندس حضرتك قلت لازم نعرف هنرسم الحيطة من فين طب احنا دلوقتي رسمنا يعني هتفرق في ايه حاليا واحنا اه سواء من السنتر او من من الوجه الخارجي او الداخلي فاقول لحضرتك ابش مهندس هتفرق في ايه وليكن وليكن انا عندي مجموعة من الخطوط او سكتش انا كنت مجهزها عشان ارسم غرفة بهذا الشكل والخطوط دي مجرد سكتش وعايز احولها الحوائط عايز احول الحوائط اعمل الكلام ده ازاي هقول لحضرتك اضغط ايه انا حاليا واخد المزبط الاعداد على لو حضرتك قربت عشان ترسم الحائط بتاعك وضغطت لك ومشيت هتلاقي ان الحائط ده في السنتر بتاعي اللاي يبقى انا كده وضغطت لك رسمت الحائط بس الخط في الحائط ترسم من المنتصف نص برا ونص جوه طيب حدود الارض عندي هاي يعني انا فيه الجزء طلع برا حدودي طيب لو غيرنا وخليها فيس كور اكستيريور ورسمنا الحائط من هنا وضغطت الحائط ترسم بالكامل برا حدود الارض بتاعتي طيب لو خليناها انتريور وضغطنا ومشينا هلاحظ ان الحائط بالكامل جوه حدود الارض بتاعتي اذا هذه فوائد ان انا اعرف طريقة او ازاي ارسم الحائط بتاعي سواء من السنتر او من الخارجي او من الداخل ممتاز جدا طيب ايش مهندس لو انا عندي ايه اسكتش زي اللي رسمناه من شوية اللي الخطوط اللي انا عاملين هادي هنعمل انضو ونرجع للخطوط يا باش مهندس هل في طريقة سريعة اللي انا ارسم الحوائط دي بدون اه مرسمة بالطريقة العادية اقول لك اه اضغط دابليو ايه بعد ما اضبطت اعداداتك هتلاقي في حاجة اسمها بيك لاي اضغط عليها قرب من الخط اللي انت عايز تحوله الحيطة واضغط هتلاقيها هتلاقي ان الحيطة رسمت من بدايتها لنهيتها زي ما موجودة في بالزبط طيب ايش مهندس انا اخلي بالك انا دلوقتي مختار سنتر لايان هخليها اه فنيش اه كور انتريو وتعالى اختار الخط اللي بعده اختار الخط اللي بعده اختار الخط اللي بعده هتلاقي ان حضرتك رسمت الحوائط بتاعتك في سنة دي كانت المحاضرة بتاعتنا يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة اللي أنا عاز أوصلها بطريقة سهلة أشكركم إلى أن نلتقي في محاضرة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته